اليوم حقيقة أبتكلم على عوامل اقتصادية موجودة في عالم البرمجيات الحرة وكيف ممكن هذه تتناغم مع عوامل موجودة في دول مجلس التعاون أبحاول أربط الاثنين ببعض بشكل سريع وبشكل عام بحكم ضيق الوقت أول شيء أبتدي بالأربع حقوق المعروفة للبرمجيات الحرة ومن طرائف الأمور أن البارح كنت أقرأ وثيقة تتكلم على وزارة الدفاع الأمريكية وكان الكاتب يتكلم كيف أن وزارة الدفاع تستطيع أنها تستفيد من البرمجيات الحرة أنها تقدر تستخدم البرامج تقدر تدرس البرامج عشان تعرف البرنامج هذا كيف يشتغل تقدر أنها تعدل في البرنامج وتقدر أنها توزع البرامج لدوائل حكومية أخرى بشكل آخر حقيقة الرجل كان يعيد صياغة حقوق البرمجيات الحرة الأساسية الموجودة فكان بس ركز انتباهي كيف أنه ممكن حقيقة هذه الحقوق أنها تطبق في أكثر من مكان في أكثر من مجال وتكون فوائدها جمع الآن في أربعة فوائد نأخذها من تطبيق الأربعة حقوق اللي نأخذها من البرمجيات الحرة وأول واحد اللي هو التمكين اللي هو الامباورمت وبيحكم أنه في البرمجيات الحرة عندنا القدرة أن نختار سواء نختار البرنامج أو نختار كيف يعمل البرنامج أو نختار كيف نعدل على البرنامج هذا حقيقة يرفع مستوانيه يخلينا leverage situation حقتنا إحنا على أساس نقدر نتعامل مع البرمجيات بشكل أفضل ولا نكون في حالة استقبال الفندورز لأنه كثير الآن من المنشآت تشكي من الفندور لكن والفندور لكن الكل يعرفوا أنه أنت تشتري منتج من مورد وتشتري منتج آخر وثالث ورابع وفجأة تجد نفسك لا تستطيع أنك تشتري أي منتج آخر إلا من هذا المورد عشان عندك compatibility issues فحقيقة البرمجيات الحرة تعطيك الـ empowerment أنك أنت تقدر تختار وتقدر تطلع من الحالة هذه وتكون في حالة حرية كاملة الفائدة الأخرى أن أخذها منها اللي هي skill development تطوير الذات ومن منطق البرمجيات الحرة أنها تحفز الناس على المشاركة تبغاك تشارك تبغى الناس تتفاعل وتتشارك مع بعضها تبغاك تحط الـ input حقك على أساس تقدر تأخذ input ثاني وهذا بدوره يسقل الموهبة عند الناس ويخلي الـ input حقك أفضل يخلي موهبتك أنت وقدرتك أنت تتطور بشكل أفضل فينعكس بشكل كامل على skill حق المستخدمين وهذه نشوفها في مجتمعات البرامج الحرة كل المجتمعات حق البرامج الحرة اللي لاقي الأعضاء حقنا فعالين بشكل كبير جداً الكثير اللي يزوروا المنتديات قد نكون ملينا من المنتديات لما تدخل المنتدة تلاقي العالم كل شخص يشكر الآخر وشكراً 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 هذا غالباً ما تشوف في منتديات البرامج الحرة لأن الناس تحب تحط input حقيقي الفائدة الثالثة اللي نأخذها منها security هذه بديهية يا أخوان security تيجي من كذا جانب تيجي من جانب أن نستطيع أن نشوف source code نستطيع أن نشوف البرامج هذا كيف يشتغل بحذافيره فنعرف backdoors أي suspicions أي ريبة أو شك عندنا نستطيع أن نحن نتحقق منها ونتأكد منها بالطلاع جانب آخر برضو للsecurity أنه لو لا سمح الله البرامج هذا نرى فيه عيب أو نرى فيه ثغرة عندنا القدرة أن نحن نغير فيه ونعدل فيه كيفما رأنا مناسب والفائدة اللي نأخذها منه الأخيرة اللي هو financial benefit الفائدة الاقتصادية وهذه برضو لها أكثر من جانب مثل ما الأخ أنا استفضل أنهم استطاعوا أنهم يستفيدوا من برمجيات كثيرة بدون ما يدفعوا تكاليف في جانب آخر برضو بحيث أنه صغار المستثمرين أو المنشآت الجديدة تستطيع أن تأخذ البرمجيات الحرة وتبني عليها لأنه بكل بساطة open source هو البناء على نجاح الآخرين دائما يقولوا open source is building on the success of others فيها فوائد كثيرة اقتصادية الآن نبغى نشوف بعض خصائص دول مجلس التعاون خصائص عامة وبشكل عام نبغى ننظر لها إحنا معظم دول التعاون مجتمعات مكونة من أعمار صغيرة أعمار المجتمع عادة صغيرة حقيقة ما عندي رقم كان عندي رقم هنا لكن أذكر ما كنت خلطان أنه الأفريج حق العمار من 15 إلى 35 رفلي كان 60% فهذا رقم كبير جدا 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 مقارنة بالدول الأخرى نلاحظ برضو في مجلس دول التعاون أنه نحن فيه ترابط كبير بيننا وبين ثقافتنا وحضارتنا نستخدم اللغة العربية كثير جدا إلى درجة أن لوحات السيارات كانت عربي فقط ما كانت عربي إنجليزي فعندنا استخدام كبير جدا للغة العربية الانترنت نمو استخدامنا للانترنت عالي جدا مقياسا بدول العالم الأخرى الآن لو نظرنا لكل هذه إيش تقول لنا؟ تقول لنا أن دول مجلس التعاون هي عبارة عن مجتمعات أعمارها صغيرة تستخدم اللغة العربية بكثافة على الانترنت في التقنية تستخدمها هذا بشكل عام وبشكل سطحي لو نظرنا للمعلومات هذه طبعا ملاحظة الافتقار لثقافة الابتكار للحمد في الفترة الأخيرة بدأنا نلاحظ بعض البرامج التي أدرس الاشيو هذا وتحاول أنها تتغلب على المشكلة هذه وهوفي أنه إن شاء الله مع الوقت هذا ما هيكون مشكلة عندنا وحتكون عندنا في ثقافة للابتكار لأنها تساعد كثيرا على نمو المجتمع فهذا السوشيو ايكوناميك منظور عام للسوشيو ايكوناميك في دول مجلس التعاون الآن برضو في الاي سي تي كلاستر الانفورميشن تكنولوجي كلاستر نلاحظ أنه هذا دول مجلس التعاون بشكل عام نلاحظ أنه فيه اعتماد أساسي على البرامج المحتكرة الفورن الأجنبية معظم القطاع يستورد البرامج المحتكرة من بره نلاحظ أنه فيه ضعف لتطبيق أنظمة الملكية الفكرية وفيه عدم فهم حقيقة اجتماعية كثير من الناس يرى أنه استخدام البرنامج المسروق ما هو مشكلة كبيرة نقول إلا استخدموا سيدي ففيه ضعف حقيقة اللي فهم المعلومة هذه نلاحظ أنه ما فيه عمل فعال للمشاركة في الاقتصاد العالمي فيما يخص التقنية دول مجلس التعاون ما هي مشاركة فعالة في الاقتصاد العالمي ما لنا وجود حقيقة في نفس الوقت نلاحظ نمو كبير جدا للترابط ما بين المجتمعات وما بين التقنية والإنترنت الـ IT culture هذا بدأ يظهر عندنا صرنا نسمع بودكاستين صرنا نسمع سوشال كميونيتي صرنا نسمع كثير مننا يستخدم تويتين ويستخدموا فيسبوك ونستخدم الآيفون نستخدم الأندرويد فالكلام هذا كله إشي يقول لنا يا أخوان يقول لنا أنه فيه طاقة كبيرة فيه توجه كبير من المجتمع ولكن ما فيه ميكانيزم إنها توجه الطاقة هذه بشكلها المناسب طبعا فيه تكلفة عالية للبرمجيات هذا ما هو إشي كبير في المنطقة هذه من العالم still it is an issue لكن ما هو إشي كبير الآن الخصائص حقة القطاع العام في الجي سي سي نلاحظ أنه القطاع العام في الجي سي سي عندنا له تأثير كبير على القطاع الخاص في نفس الوقت له تأثير كبير على المجتمعات وعلى التعليم مباشرة نلاحظ برضو أنه القطاع العام هو أكبر مشتري أكبر مشتري للتقنية وهذا يؤثر بشكل كبير في سوق التقنية نلاحظ برضو أنه القطاع العام هو اللي يتحكم بالR&D هو اللي يخصص الR&D هذي فين تروح هذا إشي يقول لنا يقول لنا يا أخوان أنه الـ public sector هو vehicle ممتازة جدا لتوظيف الـ open source بحكم influence بحكم الطاقة بحكم integration اللي هو عامله هو vehicle ممتازة جدا لدعم ولنشر الـ open source طبعا الـ public sector بشكل عام ما هو adventurous وهذا من طبيعته وهذا normal هذا معروف لأنهم الـ public sector حريص في انتقاله من خطوة الخطوة الآن خلونا ننتقل بشكل سريع وننظر لـ economic factors للـ open source الـ open source builds capacity يبني القدرات وهذا طبيعي لأنه يسمح للمطورين وللمستخدمين بالاطلاع على البرمجيات كيف تعمل البرمجيات كثير مننا لو في التقنية وفضوله يدفع أنه يقرأ عن برنامج معين يقرأ source code كيف يشتغل يقرأ عن جزئيات معينة فهو يسمح لك أنك أنت تسوي شيء هذا الميثودولوجي حقة الـ open source تحفز على المشاركة تحفز الناس أنه شارك نعم تفاعل مع الناس لا تصير passive لا تصير فقط تأخذ تستخدم وتصير passive حتى المستخدم كثير من الناس ينظر أنه المستخدم ما له دور فعال غير صحيح المستخدم له دور فعال جدا ليش؟ لأنه المستخدم يساعد مستخدم آخر الـ developer يساعد developer آخر له input يأخذ output ويضع input هذا شخص فعال وله دور الـ peer review بالعربي ما عندي فكرة الـ peer review مراقبة النت هذه مهمة جدا يا أخوان لأنه وجدوا حقيقة أنه الـ peer review هو عامل مهم جدا وفي كثير من الأحيان هو أهم من أنك أنت تدفع فلوس للـ developers وجدوا أنه الـ peer review حقيقة قريت كثير من report تقول أنه الـ peer review هو إذا كان في محرك أساسي وراء التبرعات اللي يسوونها المطورين للـ open source فهو الـ peer review غرورنا أنه نحن نبغى زملاءنا ونبغى أساتذتنا ونبغى الناس مثلنا العليا ينظرون لنا أنه نحن منجزين أنه نحن أنجزنا شيء هذا يحسسنا بالفخر والاعتزاز هذا عامل مهم في نفس الوقت لأنه نعرف أنه فيه peer review نعرف أنه فيه شخص آخر مثلنا نحاول قصارة جهدنا أنه نضع أفضل عمل ممكن علشان ما ينتقد العمل هذا وعلشان كذا تجد فيه كثير من الأحيان أنه الـ open source security في الـ open source it's an afterthought لما نجي نتكلم على أنظمة أخرى تلاقي دائما security هاجس ودائما نتكلم فيه في الـ open source حقيقة موجود بس it's an afterthought ليش afterthought يا أخوان afterthought لأنه فيه peer review الـ developers لما عملوا البرنامج هذا ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سنوات أقو فيه الـ peers حقونهم زملائهم أساتذتهم أشخاص آخرين اطلعوا على الكود اطلعوا على البرنامج وصارت فيه pin points للعيوب فصارت security it's an afterthought ما عاده بشي هاجس ننقله معانا الـ peer review واحد من الأشياء المهمة جدا هنا طبعا الانترنت عامل مهم جدا أو الشبكات عامل مهم جدا لتكون كل هذا فهذه واحدة من خصائص الـ open source الـ open source برضو تنزل تخفض الـ barrier عائق دخول للأسواق لأنه أساسا في جوهرها الـ open source ضد المونابلستيك ضد الاحتكار وفي نفس الوقت تسمح لصغار المستثمرين وتسمح للمنشآت الصغيرة أنها تستفيد من مخرجات الـ open source وكما قلت الـ presentation يأمن أنهم يستخدموا المنتج مثل ما عاملوا في دوايا الحكومية أو شركات أو أنهم يبنوا على المنتج هذا خدمات واحد من السكسس ستوريز العظيمة اللي نشوفها في المجال هذا فيسبوك فيسبوك معظم الـ product حقه مبني على open source فيسبوك كل ستة إلى ثمانية شهور يعملوا سناب شوت للـ open source ويضعوا أونلاين ويكيبيديا جزئية ثانية فهي تسمح لصغار المستثمرين أنه يدخل للسوق ليش؟ المنتج موجود صغار المستثمر ما عنده فلوس يستثمر ما عنده فلوس يروح يجيب مايكروسوفت ويجيب Oracle ويجيب Sun راحة Sun يجيب IBM ويجيب غيرهم ما عنده فلوس يسوي الشيء هذا لكن عنده الـ product موجود أونلاين يقدر ياخذه يقدر يحاول بما عنده من قدرة أنه يعدل فيه ويشتغل وشفنا أمسلة كثيرة جدا ناجحة عليه فهذا عامل آخر من عوامل الاقتصادية في برمجة حولة المستر optimization allocation of R&D مهم جدا أنه القطاع الخاص يستثمر في التطوير والdevelopment بشكل مستمر من مزايا الـ open source عن غيره أنه يسمح بالاستخدام المتكرر فالاستثمار اللي يتم في الـ R&D اللي خاص في الـ open source بديهيا لما يطلع الـ product حقهم من الـ R&D حيرجع يعاد استثماره ويرجع يعاد استثماره في منشآت أخرى نفس المثال هستخدم في نفس الوقت multiplier effect عالي جدا لأنه actually لما أنت تدعم لما أنت تدعم برمجيات حرة وتدعم برامج للبرمجيات الحرة بشكل أو بآخر it will lend itself لأماكن أخرى لـ service لـ product لشيء آخر غالبا سيدعم الاقتصاد بشكل أو بآخر فالـ multiplier effect عندنا عالي جدا في الـ R&D funding enhanced localization التوطين وهذه كنا نشوفها حقيقة في البرمجيات المغلقة المصدر كان فيه تعريب للبرمجيات المغلقة المصدر الـ open source فتح الموضوع هذا بشكل أكبر لماذا؟ لأنه التوطين مهو تعريب فقط ننظر للتاريخ الهجري التاريخ الهجري مهم جدا في التعاملات التعاملات الحكومية قائمة أساسا على التقويم الهجري ننظر لأنظمة العمل والعمال في أنظمة مغلقة المصدر لا تستطيع أنك أنت تعمل implementation للأشياء هذه لماذا؟ لأنك لازم تطلع على الكود لازم تتعامل معه ولازم تضع جزئيات فيها input وoutput للكود وفي كثير من الأحيان لا يسمح لك تعمل هذا الشيء فعلشان كذا في المغلقة المصدر التوطين ما كان فعال ولا كان قوي ولا كان يتجاوز فقط التعريب في الـ open source صار في acceleration لأنه صار في input أساسي صرنا نقدر نغير التاريخ صرنا نقدر نضع الآن للـ ERP نضع أنظمة العمل والعمال وهذا شيء أساسي هذا شيء مهم معظم الـ ERPs اللي في البلد وكلكم تعرفون اللي تعاملوا مع ERPs تعاني من التاريخ الهجري It's patching وهذه مشكلة أساسية فهذا خلى الـ localization يصير accelerated بعد أن دي لها خمس دقاي فأبدف بسرعة maintain control and security هذا بديهي لأنه أنت تطلع على الكود فأنت ي maintain control and security على الكود ما حتكلم عنها كثيرا الآن هذه العوامل كلها يا أخوان ترفعنا في الـ value chain السلسلة القيمة خلينا نرتفع فيها ليش؟ لأننا تحولنا من مجتمعات مستهلكة users إلى مجتمعات adapter innovator developer إلى مجتمع actually on the table نضع code على الطاولة نضع software نضع input على الطاولة نضع حاجة حتسمحنا أن ننتقل من أنه فقط نستهلك إلى أن نطلع للمجتمعات globally وننافس عالميا كثير من الـ IT الآن قاعد يطلع من حيز أني أنا أبيع CD إلى أن أقدم خدمة صارت الخدمات مهمة جدا في عالم الـ IT وهذا يسمح لنا هذا يسمح لنا أن ننطلق في المجال هذا بحكم أن الـ open source يسمح بالمشاركة ويسمح بالتوزيع حيسمح برضه لأطراف أخرى من المجتمع أنها تأخذ السوق لأبعاد أخرى أبعاد ثانية ما نعرف الشيء الآن Facebook كان very good example وطبعا هذا ينعكس على المجتمع بشكل عام بحيث المجتمع يصبح مجتمع تقني ومجتمع أكثر مضوج الآن يوم بعد يوم قاعدين نشوف أنه الـ open source يحمل فيه طياته عوامل النجاح الأساسية بحكم الـ open source أساسا ما يعتمد على المنتج ويعتمد على الناس يعتمد على الناس تصبح أكثر قدرة على الإبداع أنها تنتج أكثر الناس هذول يصبحوا هم المنتجين للابتكار وهذا واحد من عوامل الـ innovation واحد من عوامل أساسية success factor بحكم الترخيص وبحكم الـ licensing خلقت لنا بيئة أن نحن نستطيع أن نحن نأخذ المعلومة ونرجع نوزع المعلومة بأريحية كاملة بدون قيود بدون تخوف بدون حذر المعلومة نأخذها بل ونضيف عليها نضيف عليها خبرات نحن نضيف عليها ما نعرف ونوزعها فالمعلومة لما انتنتقل مع الوقت تصبح معلومة مهمة جدا لأنه صار عليها قيمة مضافة عالية في قلبه برضو الـ open source يسمح بالـ competition ولسه أنا والأخ ناس كنا نتكلم على الـ forking أنه كيف يتم الـ forking وليش الـ forking يتم وخلافه الـ competition أساسا من ضمنه الـ forking للي ما يعرف الـ forking أنه أنت عندك منتج ماشي فيه community open source جزء من الـ community بعد عجبها الـ approach اللي احنا ماشيين فيه فها ينتقلون مثل ما صار في الـ x86 free 86 صار solaris صار فيه fork لليمون والآن عندنا mysql amanda أو ليندا من يمتأكد لكن صار لها fork الآن فمجتمعات الـ open source هي عبارة عن شبكة تكافلية تنقل المعلومات من طرف لآخر هذه العوامل الأساسية للـ success factors للـ innovation الآن to summarize أنا حقيقة أرى أنه يفترض من دول المجلس التعاون ككل أنها تتبنى برمجيات الحرة بل تتبنى المبادئ الحرة بشكل عام لأنه هذا بينعكس على الأشياء الأساسية التي نذاكر هنا أول شيء capacity building حنبني الطاقة حنبني الـ capacity حبة الأفراد لما نصبح إحنا كأفراد فعالين بشكل أو بآخر الـ open source dimensions كثيرة جدا جوجل راحت في open print ووضعت الآن books online سنطلعون الكرياتيف common وأصبحت الآن في ميديا كثير ففي dimensions كثيرة للـ open source كنت تتمنى أنه عندي وقت زيادة علشان أتكلم على الترابط بين الـ open source والـ license ورخصة وقف اللي طلعوا فيها الأخوان في الأردن لأنه فيه ترابط كثير بين مبدأ الوقف الإسلامي والـ open source بس على أي حال في نفس الوقت الـ open source مركبة فعالة جدا لتنمية أسواق تقنية المعلومات لأنها تفتح نوافذ جديدة وتفتح آفاق جديدة مستهلك جيد لدعم الـ R&D وتعتبر أداة أكثر من منتازة لخلق ابتكارات تقنية جديدة فلذلك أرى أنه يفترض أنها تستخدم بشكل أكثر يفترض أن لها تواجد أكثر إحنا بدأنا نرى صناعات كبيرة صناعات الـ aerospace ناسا من أكبر العملاء للـ open source الـ gas and oil يبدو لي كان فيه متحدث من أرامكو أمس وقبل أمس حتى الآن القطاع الصحي بدأ ينتقل إلى الـ open source فبدأنا نشوف قطاعات كبيرة جدا بدأت تدخل الفيلد هذا وهذا بديهي بحكم الـ output المهول تعاون البشرية والفكر البشري الـ output المهول ويمكن أفضل حاجة أختم فيها الكلام هذا كله الشعار حق الـ wikipedia The knowledge of some for one فهو المعلومات الجميع لشخص واحد وهذا حقيقة سلوغن فعال جدا هذا ما عندي اليوم شكرا لكم ولو فياسنا بعد الجلسة كاملة شكرا لكم شكرا لكم